ازاي حضراتكو؟ عاملين ايه؟ نتمنى انها تبقى بداية اسبوع سعيدة علينا طول الاسبوع وطول سنة عشرين اربعة وعشرين قادر يا كريم بحق جاه النبي واهل بيته طيب بقى من حوالي اسبوعين اظن اسبوعين ولا اكتر والله اما انا متذكر يا اسبوعين يا عشر تيام مزيع الطيب الامير اللي بيقعد على الكرسي ده واللي واقف قدام حطرتكم دلوقتي قال انه لازم 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 الحكومة تاخد مجموعة من الاجراءات متعلقة بفرض تسعيرة لمنتجات والمزيع ساعتها اشار قال احنا عايزين عشر منتجات نفرض عليهم تسعيرة وبالمناسبة القانون والاتفاقات الدولية يسمحوا لينا انا قلتلك كده وخليك تسمع بنفسك يسمحوا لينا بان احنا نفرض تسعيرة على بعض المنتجات المحددة لمدة محددة حوالي مية وعشرين يوم الجدلية دايما اللي بتقوم هي انه انا من الناس ويمكن حضراتكم كلكم عارفين انه انا من اكتر الناس المشجعة والسعيدة والمقتنعة عن يعني نفس طيبة الى ابعد الحدود انا مقتنع مية في المية ان المشروعات اللي اتعاملت في مصر واحد لا غنى عنها على الاطلاق ضرورة قصوى فتحت بيوت خد بالك ومهمة ونقلتنا نقلة تانية خالص حقيقي نقلة تانية خالص ويمكن من ابرز الحاجات اللي احنا حتى كنا بنتكلم عليها يا دوبيون من الاربع اللي فات مسألة المشروعات بتاع التطوير المواني المصرية وده اللي اجاب لنا مثلا العقد بتاع التحالف اللي مضى العقد على مينة سفاجة واللي بتقوده هيئة مواني ابو ظبي ده على سبيل المثال ولا الحصر خلاص كده بقدر سعاتي وفخري واعتزازي واقتناعي التام والكامل بقدر ما انا اشوف دايما انه الحكومة يجب عليها انها تعمل حاجات تانية لانه هذه المشروعات فوجت نظر لنا دي توجيهات الرئيس ورؤيته ودايما كنت تقول الحكومة يجب عليها ان تطرح ان تفكر ان تعطي رؤية ما الاخ الاخ وبيعز علي انه ده ما بيحصلش غير في القليل النادر ودا مش صح ودا مش صح القرار اللي بيتخذ يا سادة يا كرام وهنا الكلام ده انا بقوله لنفسي وبقوله لسادة الكرام فعلا في الحكومة اللي انا عارف انهم ناس نزيئة وشريف وبتاعت شغل وناس نشيطة الى بعد الحدود وبتشتغل في اصعب الظروف الممكنة لكن قرار دون تفعيله في ناس يقولك وكأنه هو العدم لا ده اوحش ليه لانه ساعتها يبقى القرار صدر من الحكومة وغير فاعل يبقى الحكومة ما يا عم خليهم يقولوا اللي هم عايزين انا بس هفكرك بالكلام اللي قلناه تقريبا من حوالي عشرة يام ولا اسبوعين وهرجع اقولك انا بقول الكلام ده ليه خلينا نشوف تستطيع الحكومة ان تعلن مجموعة من القرارات او تعلنوا قرارا واحدا متعلق بعشر سلع عشرة مش سبعة وانها تحدد اسعار العشر سلع دي لمدة ثلاث شهور تقدر اخد بالك تقدر حقها قانونيا حقها دستوريا حقها اجرائيا حقها الناس مستنية ده منها طبعا 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 لازم نحدد سعر السكر سعر البصل ده مثلا صح لازم نحدد سعر اللحمة والسمك لازم نحدد سعر الدواجن لازم نحدد سعر الالبان ومنتجاتها من الاجبان انا كل شوية الاقي شركة تروح رفع الاسعار كده انا قرر ترفع اسعار كذا انا قرر ترفع اسعار كذا انا قرر ترفع اسعار كذا طب الحكومة تقدر تعمل ايه تقدر تحدد السعر لمدة ثلاث شهور مش بس كده مش بس كده لو حصل معاهم بقى ان انا لقي وزارة التنمية المحلية وطبعا المحافظين ويطلبوا من الداخلية اللي هي دايما جاهزة الحقيقة الحقيقة معاونتهم نزول كل يوم في مناطق مختلفة في السابعة وعشرين محافظة كل يوم كل يوم كل يوم اعمل كده شهر لو الاسعار ما تعدلتش ابقى انا فعلا ما بفهمش حاجة شفتوا كل يوم كل يوم ده الكلام اللي هو بتاع ايه رجل مصر ده الاسرار الذي يحملوا ألما ليه هو الاسرار الذي يحملوا ألما اسرار لانه هو ده اللي هيفعل القرار يحملوا ألما لان انا الآن متقلم من كتر القلق ان احنا ما نشتغلش كل يوم كل يوم كل يوم طب كلام اللي قاله الموزيع حصل مش بالزبط بسه حصل في النهاية خالص الدولة مش هتمشي طبقا لأحلامي يعني لكن قد يكون ليهم وجهة نظر ما زاوية ما الكلم اللي كان بيقوله الموزيع بيقولك يا جماعة الموزيع لو يوسف ده يعني كنا بنقول ايه أولا شكرا ان الحكومة عملت كده ده بجد يعني وأظنهم فتحوها لحد 120 يوم كمان مش 90 يوم التلاتة شهر اللي قال عليهم الأخ يوسف الحسيني ده لكن اللي احنا بنتكلم فيه انه انا كنت عايز انه يتحدد لي خد بالك ومن ضمن الليستة الحكومة قالت انه تحديد سعر الألبان والجبن الأبيض او الجبن البيضة طب الجبن البيضة دي اندرك تحتها مثلا الجبن الأريش وعليه اللي انا بتمنى انه ما يبقاش سعر اللبن والجبن البيضة يبقى سعر اللبن ومنتجاته المصنعة محليا صبرا اللبن ومنتجاته المصنعة محليا مليش دعو بالمستورد فبحزم السوق لانه منتجي منتجات الألباني يعني منتجين الأجبان والزبادي وخلافه هيعمل ايه هيعوض الفرق في الحاجات التانية غلط مش صح طيب لو انا مش هحدد سعر الدواجن زي ما كان بيطلب المزيع طب حدد سعر البيض برضو في حدود التلات والله لها ربع شهور مثلا فانا بيبقى سؤالي ليه الحاجة التانية هل عندي آلية واضحة بيقين انها هتتنفذ ان ما في محافظة في السبعة وعشرين محافظة هيبقى الناس قعدة في مكاتبها ولا هتنزل تنزل يعني تنزل زي ما كنت بقول كده بالزبط تنزل يعني تنزل لازم المتابعة المباشرة من المحافظ في محافظته ومعاه كل وكلاء الوزارة المعنيين علشان خطر نتطمن مية في المية انه القرار فاعل كل اسبوع لا كل يوم لانه في ناس هتتقفش واللي هيتقفش هيتعمل له محضر واللي هيتعمل له محضر هيتشمع بس لا صدر البضاع والقانون يسمح بذلك نزلها بقى في العربيات نزلها في المنافس بتاعت وزارة التموين نزل زي ما تنزل مهلا هيتجر في لقمة عيش الناس بالغلى والكوا يستاهل معانا على التليفون لاستبيان المزيد حول هذا القرار الذي أراه جيدا هقول جيدا جدا مش هقول ممتاز بصراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر